تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للصل ببلارة بولاية جيجل من تصدير 320 ألف طن من منتجات الحديد خلال ثلاثة الأول من السنة الجارية مقابل 100 ألف طن من الصدرات خلال نفس الفترة من عام 2022 وأوضح سفيان شايب ستي نائب المدير العام للشركة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الشركة الجزائرية القطرية للصلب سجلت خلال الأشهر ثلاثة الأولى من العام الجارية 2023 تصدير كمية معتبرة من الحديد ومشتقاته قدرت بـ 320 ألف طن أو ما يعادل ماليا قيمة 200 مليون دولار وبالمقارنة مع ما تم تصديره في عام 2022 فإنه تم تسجيل فارق من حيث الكمية يقدر بـ 240 ألف طن ومن حيث العائد المالي يقدر بـ 160 مليون دولار أمريكي حسب نفسي المسؤول وتجروا الإشارة إلى أن الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة ببلدية الميلية ولاية جيجلت حصلت شهر نوفمبر أو أقوش شهر فيفري المنصرم على شهادة مطابقات منتجات حديدة تسليحة ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية وذلك لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم مما يتيح للشركة ولوج أسواق عالمية جديدة وفق ما ذكره السيد شايب ستي موسيقى موسيقى